بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية 1 وسنمر إذن إلى الجزء الرابع من المحور السادس حيث سنتابع إذن شرح أهم التفاعلات الكيميائية للألقينات ونمر إلى التفاعل الثاني والمتمثل في إضافة الهالوجين على الرابطة الثنائية أي على الرابطة باي وخلال هذا التفاعل سنلاحظ أنه أن الرابطة باي سوف تنكسر الرابطة باي وتستبدل بروابط سيجما مع الهالوجين هنا إذن سنقوم بشرح هذا التفاعل يتكون هذا التفاعل من مرحلتين مرحلة أولى وتتم خلال هذه المرحلة الأولى إذن اقتراب الهالوجين الـ X2 من الحقل الإلكتروني للرابطة باي هذه الحقل الإلكتروني للرابطة باي فيؤدي ذلك إلى تكوين إذن جسر يصل بين الكاربون والكاربون هنا جسر بين الكاربو كاربون ويتم وصل إذن هذا الجسر باستعمال آيون الهالونيوم إذن في هذا الفيديو سنشرح كيف يتم إذن اقتراب الـ BR2 إذن خلال عملية اقتراب بيار 2 قلنا من الحقل الإلكتروني للرابطة باي يؤدي إذن إلى تغيير طبيعة هذه الرابطة حيث ستصبح إذن قطبية يعني هنا سيصبح لدينا قطب إذن سالب ومن هنا سيصبح قطب إذن موجب كما تلاحظون إذن القطب الموجب أو الشحنة القطبية أو الشحنة الجزئية الموجبة هذه تمثل إذن كما سبق وشرحنا إذن فراغ إلكتروني وبالتالي مما يؤدي إلى التفاعل بين الرابطة باي أو الزوج إلكتروني الرابطة باي مع البيار الذي يحمل الشحنة الجزئية الموجبة وخلال عملية التفاعل هنا سيتم إذن كسر الرابطة هنا وخروج بيار سالب وتكوين إذن جسر كما تلاحظون هنا مع البيار الموجب وبالتالي فيما بعد إذن يتم تفاعل بين البيار السالب مع الجسر هنا الكاربون كاربون إذن هذا الناتج الوسيط هو ناتج غير مستقر إذن عملية هجوم البيار ستتم إذن من الجانب الأسفل للجسر إذن هذا هو الجسر إذن جانب الأسفل من الجسر لأن عملية اقتراب البيار السالب من هنا غير ممكنة هذه غير ممكنة نتيجة لوجود تنافر تنافر مع البيار فبالتالي إذن اقتراب البيار السالب سيكون إذن من الجانب الأسفل من الجسر من تحت هنا وهذا الهجوم يمكن أن يكون من هنا أو يمكن أن يكون من هنا لو نأخذ مثال احتمال هجوم البيار إذن من الجانب الأزرق من هنا من الأيمن إذن من تحت هنا من تحت الكاربون من تحت الجسر هنا فسيؤدي ذلك إذن إلى تكوين الرابطة بين البي آر والكاربون إذن بي آر والكاربون وكذلك كسر هذه الرابطة من هذا الجانب وبالتالي إذن يصبح البي آر متعادل كما تلاحظون هنا ويتكون المركب التالي نمر إذن إلى التفاعل الثالث والمتمثل هنا في إضافة حمض الهيبو هلوز أو أيتش نأخذ مثال هنا بآر أو أيتش أو كلور أو أيتش إذن هذا التفاعل يتشابه تماما مع التفاعل السابق حيث إذن المرحلة الأولى هي متشابهة وتتمثل هنا في اقتراب الهالوجين من الكثافة الإلكترونية للرابطة باي وبالتالي إذن يتكون الجسر في المرحلة الأولى كما سبق وشرحنا في التفاعل السابق ولكن في المرحلة الثانية هنا لن يتم إذن استعمال البي آر السالب للهجوم على الكاربون للناتج الوسيط وإنما سوف يتم استعمال هنا مركب الماء فالماء هنا سيقوم إذن بمهاجمة الجسر كذلك من الأسفل إما من الجانب هنا من تحت هنا من هذا الكاربون أو من هذا الكاربون وذلك نتيجة لسعوبة اقتراب الماء كذلك من هذا الجانب لأن هذه كثافة لأن هناك سيكون هناك تنافر بين الكثافة هنا للأكسجين وكذلك للبي آر كذلك هناك ضغط فراغي فيصعب إذن اقتراب الماء من الجانب العلوي وإنما يصبح إذن ممكن الاقتراب هنا من الأسفل من تحت ولو أخذنا احتمال هجوم الماء إذن من هذا الكاربون سنتحصل إذن على هذا الوسيط وكذلك كسر هذه الرابطة من هنا وإذن البي آر يصبح متعادل كما تلاحظون مركب إذن هذا الوسيط إذن الأكسجين كما تلاحظون لأنه سوف يقوم بإعطاء الزوج الإلكتروني خلال الارتباط مع الكاربون يصبح لديه شحنة موجبة كما تلاحظون لاستقرار الأكسجين يقوم إذن بافتكاك هذا الزوج الإلكتروني وخروج بطبيعة حال إذن إيون البروتون هنا ويتكون بالتالي المركب إذن بعد عملية إضافة حمض الهيبو هالوز إذن المركب الأخير التالي ترجمة نانسي قنقر